لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد في البداية يجب ان نؤكد على امر هام اننا نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن القايد صالح ولا بصدد تقديسي ولا بسبب انه رجل لم يخطئ ابدا بل اننا كنا ننتقده انا شخصيا توقفت عن توجيه الانتقادات القايد صالح الا في افريل 2019 بعدما تبين لنا ان الرجل يؤدي دور كبير لانقاذ الجزائريين والجزائر من مخالب عصابة لو تمكنت من الجيش لبطشت بالكل الجزائريين وبطشت بالشعب الجزائري اذا لسنا من الذين يتزلفون لهذا او ذاك هذه من جهة من جهة اخرى انه عندما الان نتحدث عن القايد صالح ليس الرجل راه عند ربه توفي رحمة الله عليه يعني لا نرجو من ذلك جزاء ولا شكورا من يقدم على شيء ويدافع عن جهة معينة او يتخذ اي موقف اكثرهم يولدون من ذلك تحقيق مكاسب ترى وش المكاسب راح نحقها من طرف القايد صالح وخاصة انه لهيمنوا الان على السلطة كلهم ضد القايد صالح يقومون باجتثاف حصيلة القايد صالح ومنهم الرئيس تابون بحد ذاته الذي نجى من العزل بعد ظهور انتاعه عبر تويتر بذلك الفيديو وتدخل فرنسا وهذا الذي نتحدث عليه ان شاء الله شفتم طليبة اللي كان نائب في البرلمان وصل حتى لدرجة نائب رئيس البرلمان كان في عهد بتفليقة من ازلام ذلك النظام ففترة معينة لما تم توقيفه راجت المعلومات انه تحدث عن ابناء القايد صالح وبعد ذلك سكت صدر بحقه حكم قضائي في قضية تناولتها الاعلام في هذه الايام بالضبط فجأة تظهر رسالة هذه الرسالة ارسلت باسم طليبة الى النيابة العامة في اطار التبليغ عن الفساد فساد ابناء القايد صالح الرسالة تم وليتشاهدوا فيها في الشاشة مجلس قضاء الجزائر مكتب السيد النائب العام تبليغ عن جرائم فساد لفائدة طليبة بها الدين وبعد ما قدمه بعد اداء الاحترام لسيد النائب العام وما ذلك بعد يقول المبلغ عنهم المعنيين هم احمد قايد بومدين احمد قايد موراد احمد قايد عدل احمد قايد هشام ومعهم عروة عبد الملي هم الموجهة إليها اموال ومشاريع لا يستطيع احد تقديرها ابتزاز رجال اعمال وتهديدهم بخلق ملفات تؤدي الى السجن كذا تحويل اموال كبيرة بالعملة الصعبة تحويل ممتلكات خاصة تحويل اراضي فلاحية ميناء جاف وهو غير مطابق هو الحصول عليه بطريقة غير شرعية الاستفادة من مبالغ خيالية من الاشهار العمومي لجريدة محلية تعيين اطارات في مناصب حساسة ومعاقبة اخرين طبيض الاموال في اطار جماعة اجرامية ونظمة ممتلكات بالخارج صفقة مشبوهة تلقيات عقارية 13 مصارع وغيرها الكثير 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 اذا هذه الرسالة ظهرت مؤرخة في 20 ديسمبر 2020 اي سلمت لمجلس قضاء الجزائر نيابة العامة في 20 ديسمبر 2020 وفي اليوم نفسه تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي طبعا لماذا تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي هو لانه الهدف الاساسي هو اولا تحقيق مكاسب اعدعائية اكثر اكثر ولا اقد لانه مثلا انه النيابة لم تتحرك اول امر ثاني انه المبلغ عن الفساد هذا معروض هو موجود في السجن وعنده قضايا ومرت محاكمته في قضية وكذا من المفروض انه هذه الامور تنتظر لحتى يحق لانه هو فاسد والفاسد لا يبلغ عن الفساد يجرى مع التحقيق اثناء استماع اليه اذا كان تم وجود اسماء جديدة ذكرها في التحقيق يتم استدعاء من طرف هذا التحقيق اللي يحقق في القضايا لكن بهذه الطريقة هي طريقة دعائية اولا وقبل كل شي الهدف منها تحقيق مكاسب اعلامية ما هي المكاسب الاعلامية انه هذه تم تقديمها يوم عشرين يعني يوم بعد يوم واحد للذكرى السنوية لاخر ظهور الجيد صرح وهو 19 ديسمبر 2019 عندما حضر اداء القسم الرئاسي وتم تكريمه انذاك بمسابة الصدر يعني يوم عشرين ويفصل عنها يوم 23 ذكرى وفاته اذا الهدف اول حاجة هو تحقيق ضربة للجيد صالح لانه الجيد صالح كشخص لا يمكنش حتى هدف عندهم يرجع الهدف بالاساسي هو تحقيق ضربة للمسار هناك جهة عادت بقوة هذه الجهة كانت هدف القيد صالح واستهدفهم القيد صالح في حياته الان تنتقم هذه الجماعة من هي؟ هي جذور العصابة تنتقم من من؟ تنتقم من القيد صالح الان القيد صالح لا حد تنتقم منه في تبون لما فشلوا كانوا بصدد اسقاط تبون بسبب مرضه وبدأوا يتحذرون ويقعدون جلسات وكانوا بهدف الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتحدثنا عن الأمر واتصلوا بشخصيات سياسية هذا يوبي قوي في السلطة وموجود في الجيش لما فشلوا وظهر تبون بتلك الطريقة وبعد ذلك شفتوا اتصلوا به رؤساء ومبيهم الرئيس الفرنسي لوضع معه مخطط عمل معناه هو ضوء أخضر من باريس إلى الحكام في الجزائر بأنه مشروع عزل الرئيس انتهى وهؤلاء الذين يتحركون من أجل عزل الرئيس والانتقام من القيد صالح يتحركون بإعازات من باريس لذلك أقول بأن الهدف الأساسي بعدما فشلوا في إسقاط تبون إذن تحركوا لإسقاط القيد صالح وهذه فرصة الذكرة الأولى السنوية وشفتم إخواني الكرام أنه التلفزيو الجزائر لم يعد يذكر القيد صالح وإذا إردت أن تتحد تعرف قيمة رجل لدى نظام الحاكم شوف التلفزيون لم يتم ذكره عندما تحدثنا وكشفنا معلومات وصلتنا من داخل التلفزيون أن هناك أوامر من جهات عليا منعت إظهار أو الحديث عن القيد صالح القيد صالح ظهروا مؤخرا في وثائقي قالوا فيه هذه الكلمات من دون حتى ذكر اسم في لحظة تكريم مستحق لمن رافق هذه الوثبة وفي غمرة الدلالات تلك تحدث الخطوة العملية الأول هذه الجملة وهذا المشهد لا يمكن الاستغراء عنه لا يمكن أن تتحدث عن يوم أداء القسم وتتجاهل الرئيس المنتخب أنه أزدى وسام صدر إلى قائد الأركان ونائب وزير الدفاع لذلك اضطروا إظهاره في هذه الجملة وهذه الكلمات الغامضة فقط لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر